الكشف عن شيء هام من قاله عبدالعزيز برد لوالدتها قبل يوم واحد على رحيلها أرغم الهزيمة في الكلاسيكو مدارب ريال مدريد يتجاهل نتيجة المباراة ويخرج بتصريح قوي عن نجم المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما يترقب سكان دوار أيت عبدالله في منطقة خميس دادس التابعة لإقليم تنغير يترقبون وصول جتمان عبدالعزيز برد اللاعب السابق في صفوف المنتخب المغربي الذي توفي بشكل مفاجئ في فرنسا عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية وقد أشارت عدة تقارير أعلامية إلى أن عائلة عبدالعزيز برد تواجه حاليا بعد تحديات الإدارية المتعلقة بإجراءات نقل الجتمان إلى المغرب حيث يعود ذلك إلى وضعه القانونية كحامل للجنسيتين الفرنسية والمغربية وهذه الإجراءات القانونية تتطلب استكمال وثائق محددة لإدمان موافقة السلطات الفرنسية على نقل الجتمان ويتوقع أن يتم الانتهاء من جميع هذه الإجراءات في موعيد أقصاه يوم الاثنين حيث تأمل العائلة في تسريع الإجراءات حتى يتمكنوا من إتمام عمليات نقل جتمانه إلى المغرب وعلى جانب آخر أوردت المصادر أن برد كان قد أبلغ والدته قبل يوم من وفاته بأنه يشعر بإرهاق وتعب غير طبيعي كما عبر عن شعوره بعدم الراحة ولم يكن أحد يتوقع أن تكون تلك الشكوى الأخيرة قبل رحيله المفاجئ فقد وافته المنية يوم الأربعاء بشكل مفاجئ وهو يأخذ قيلولتها لتباغته أزمة قلبية وضعت حدا لحياتها وفي الظل الأجواء الحزينة التي تسيطر على عائلة وأصدقاء عبدالعزيز براتة تم الإعلان عن تأجيل مراسي من تشريع جتمانها بانتظار نتائج التحاليل التبهية التي يمكن أن تقدم تفسيرا أوضحا لأسباب الوفاة كما أنه من بين الإجراءات التي يتم النظر فيها حاليا هناك احتمال إجراء تشريح لجتمان عبدالعزيز براتة وذلك بهدف الوقوف على سبب الوفاة بشكل أضق وتحديد ما إذا كانت هناك عوامل أخرى قد أسهمت في وفاته المفاشئة خاصة وأن اللاعب كان شابا وفرعين شبابها مما يثير تساؤلات حول السبب الحقيقي للوفاة وفي حال قررت السلطات الفرنسية المعنية بعدم إجراء التشريح من المرجح أن تقام مراسم الجنازة في فرنسا يوم الثلاثاء حيث سيتم توديع اللاعب الراحل بحضور أفراد أسرته وأصدقائه المقيمين في فرنسا وبعد انتهاء مراسم الجنازة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جتمانه إلى المغرب ليتم دفنه في مسقط رأسه بدوار أيد عبدالله حيث ينتظره أهل المنطقة ليوروه الثرى ويقدمون له الودع على خير بعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبارشلون عبر المدرب لتاليو كارلونتشيلوتي عن رأيه بواقعية وتفاؤل حيث قال هذه مجرد خسارة وليست خسرة اللقب في إشارة واضحة إلى أن الفريق ما زال في المنافسة ولم يخرج بعد من السباق على اللقب وأكد أن الأمور لم تحسن بعد مشترا إلى أن المستقبل سيكشف ومن سيكون البطل في النهاية حيث يبدو من الواضح أن أنشيلوتي لا يريد أن يفقد فريقه التركيز أو الروح المعنوية ويظهر تصريحه الرؤية الإيجابية التي يحاول أن يغرسها في اللاعبين والمشجعين أيضا كما عرب أنشيلوتي عن سعادته الكبيرة بعودة النجم المغربي إبراهيم ديازا من الإصابة بشكل أسرع مما كان متوقعا ووصف أنشيلوتي هذه العودة بما أنها بمثابة انتصار للفريق وذلك لما يمثل إبراهيم من أهمية كبرى داخل تشكيلة الأساسية للفريق فمن المعروف أن اللاعب المغربي كان يسهم بشكل كبير في تحريك خط الهجوم ويقدم أداء متميزا سواء في تشجيل الأهداف أو في خلق الفرص لزملائه ولذلك لم يكن من المفاجئ أن يرى أنشيلوتي في عودته قيمة مضافة للفريق الملكي خاصة في هذا التوقيت الحساسي من الموسم وقال أنشيلوتي أحيي إبراهيم دياز على اجتهاده وتفانيه في العمل فعودته بعد هذه الفترة القصيرة من الغيابة تعكس مدى التزامه ورغبته القوية في مساعدة الفريق إذ أن تلك الكلمات أظهر التقدير أنشيلوتي للعمل الشاقي الذي بذله دياز من أجل العودة إلى المناعب كما أنها تحمل رسالة تشجيعية لبقية اللاعبين حول أهمية المطابرة والروح القتالية في مواجهة التحديات وفي السياق المباراة ذاتها فإن تصريحات أنشيلوتي جاءت لتسليط الضوء على الجانب الإيجابي بالرغم من النتيجة السلبية فالفريق قد يعاني من تدبدبنا في النتائج لكن المدرب يظل متمسكا بالأمل ويبد تفاؤلا بمستقبل الفريق في الموسم ومن هذا المنطلق يظهر أن المدرب يحاول تجنب إحداث أي حالة من الأحباط داخل غرفة الملابس أو بين الجماهير حيث يدع الجميع للتركيز على النقاط الإيجابية مثل عودة إبراهيم ديهس ومن خلال حديث أنشيلوتي يمكننا أن نرى كيف يسعى المدرب دائما للحفاظ على توازن الفريق سواء من النحية الذهنية أو الفنية إذ أن خسارة مباراة ليست نهاية العالم ولا تعني بالضرورة فقدان الأمل في الفوز باللقب فالموسم طويل والفريق لديه العديد من الفرص لتحسين مستواها والسعادة مكانته بين المنافسين لذلك فالتصريحات الهادئة والواثقة لأنشيلوتي تهدف إلى توجيه رسالة واضحة للفريق أن كل مباراة هي فرصة جديدة وأن العمل الشاق والتفاني يمكن أن يقود في النهاية إلى تحقيق الأهداف الكبيرة ويبدو أن أهمية تصريحات أنشيلوتي تتجاوز مجرد تقييم للمباراة إذ أنها تحمل رسالة أكبر تتعلق بالروح الرياضية والقدرة على تجاوز العقبات فعندما يثم المدرب على أحد لاعبه بهذا الشكل فإنه لا يعزز فقط الثقة في هذا اللاحب بل يشجع الفريق بأكمله على المثابرة والعمل بجدية وهنا تكمن عبقرية المدرب في قدرته على إدارة فريقه ليس فقط على المستوى التكتيكي بل أيضا على المستوى النفسي والمعنوي وبهذا الأسلوب يتضح أن أنشيلوتي يعتمد على نشر الروح الإيجابية وتحفيز لعبيها ليتجاوز أي صعوبات نتواجههم محاولا ترسيخ فكرة أن الفشل المؤقت لا يعني نهاية طريق بل هو حافز لمواصلة التقدم والعمل من أجل الأفضل وتظل مسألة المنفسة على اللقب مفتوحة وهذا ما يسعى أنشيلوتي للتأكيد عليها حيث أن النتيجة النهائية لن تحسم إلا بعد بذل الجهد الكافي في جميع الجوانب سواء على المستوى الفردية أو الجماعية وصولكم ومشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفاديو يشير لاتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدم على هذه القناة لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفاديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم كما لا تنسوا العجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما